تفاصيل عقد كهرباية دي نقدر نتكلم فيه الناس بتحب تعرف تفاصيل العقود يعني طبعا عقده زي ما قلنا اربع سنوات ونصف السنة طبعا كهربا هيحصل على اربعة ونص مليون قيمة تعاقده عن الست شهور اللي هما من يناير لغاية نهاية الموز اربعة ونص مليون جنيه مبروك عليكم ربنا باركلك فيهم يا كهربا السنة الاولى والتانية كهربا يحصل على تسعة مليون جنيه في الموسم الواحد اول سنة وتاني سنة يعني النص السنة اللي فضله دي اربعة ونص مليون السنة التانية والسنة التالتة كل واحدة فيهم تسعة مليون جنيه السنة الرابعة هتوصل قيمة التعاقد باذن الله ل11 مليون جنيه وده وضع رقم طبيعي جدا دلوقتي واقل من الطبيعي كان صلاح محسن باربعين مليون ما بيلعبش خمسا الاهلي هيدي كهربا ربعمية وخمسين الف درار هيتم تحولهم لنادي افيس البرتغالي وده كان قيمة الشرط الجزائي مقابل فسخ التعاقد اعتقد ان كهربا دفعهم للنادي لعمرهم ما هيسلموه في ايده فسخ التعاقد الا لما كان هيدفع فهو دفع واخد الوصل والنادي هيدي لكهربا هيدي لكهربا للألف الوصل الاهلي هيوفر لكهربا عقد اعلانات خلال الفترة اللي جاي بحوالي 10 مليون جنيه لكن لم يتم وضع هذا البند في العقد بسبب الضرائب بسبب الضرائب ده فيما طب ليه بسبب الضرائب يعني ما يدفع ضرائب مهمة دا بلدنا الحمد لله شايفين الناتج بتاع الضرائب رايح في مشاريع ورايح في طرق ورايح في كباري ورايح في مدن جديدة ورايح في مرافق بتتطور ورايح في قرى كانت تحت خط الفقر النهاردة بتنور نور وعندها صرف صحي وعندها مية ما يدفع ضرائب ما كله يدفع ضرائب يا جماعة يعني زمان يعني أنا قلت لكم قبل كده انجلترا المواطن الانجليزي في آخر السنة الدولة بتبعت له كتاب كده على كل مواطن الانجليزي بيروح له كتاب كده صغير على بيته على بيته على عنوان مكتوب فيه الدولة عملت السنة دي ايه من مشاريع عشان يبقى فاهم المواطن الانجليزي انه لما بيدفع الضريبة بتجيله شكلها ايه عملنا كم مستشفى عملنا كم مدرسة عملنا كم طريق صلحنا مش عارف ايه سوينا ايه 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 المواطن الانجليزي ببعارف احنا يعني لسه موصلناش للمرحلة دي ان دولة تبعتلي لكن احنا بنشوف كل يوم الحقيقة على شاشات التلفزيون المشاريع اللي قدامني فمن هذا المنطلق مفترض انه كل واحد وانا بكنمك والله بأمانة ربنا انه كل واحد مستحق عليه ضريبة ما يقودش يفكر يهرب من الضريبة ازاي في ناس اسادزة في التفكير ازاي يهربوا من الضلاء انا مش عايزك كده انا عايزك يبع عندك قناعة ببلدك وقناعة بما يحدث من تطوير على ارض الواقع كلنا بنشوفه كل يوم ويبع عندك قناعة ان انت بيخش لك عشر قروش مطلوب منك قيمة مضافة قد كده مطلوب منك ضريبة ارادة عام قد كده تدفعها تدفعها وبكلم الاندية برضو اللي بتعمل اعلانات لللعيبة انت بتوفر ضريبة عن اللعب ليه ليه ما تسيبه ويدفع ضريبة بلده مدن بلدك بتتطور بلاش النادي يعمل الحكاية دي عشان ما يهربش اللعب ده هو اللعب يعني ايه المشكلة انه انه يدفع ضريبة هذا امر يعني لا يليق على الاطلاق بتكلم طبع مشاكل عامل ايش لعب كعربة بتكلم مشاكل عامل لكل لعبة مصر لكل لعبة مصر ولكل الاندية مصر اللي بتعمل الحكاية دي تفنانوا قبل كده في انهم يعملوا العقود دي بتاعت الاعلانات عشان يهربوا لا لا هربوا ليه ما تسيبه ويدفع يطور بلده وهو بيدفع ضريبة يبقى سعيد انه بيدفعها البلده طيب داردة طبعا امران ان عشان هناك